الرحلة المدرسية كانوا زمان في الرحلات بيغنوا يا سواء يا شاطر ودينا الأناطر وكانت بيودينا الأناطر فعلا ونشوفوا الأناطر الخيرية المشروعة ويقولوا لنا محمد علي بنى هذا المشروع لتطوير الزراعة في مصر ملف مهم الرحلة المدرسية ضرورة ولا رفاهية مهمة ولا مش مهمة حنقش لكله مع الدكتورة الأستاذة بوسينة عبدالرقوف الخبيرة التربوية وصديقتي من أيام الجامعة بس هيكت أداب وأنا كنت حقا بوسينة دكتورة نورتينة لا يخليك سعيدة جدا وأنا أسعد والله إيه الرسالة التربوية اللي المدرسة بتوجهها للطفل لما تطلعوا رحلة لمول يركب مراجيح وزحليق رسالة سلبية جدا إزاي لأن أما أنا الطفل أما يخرج عشان يركب زحليق ومراجيح ويتفسح في المول هو بيرخ مع أهله أصلا المول عشان يبي يعمل نفس الإجراء لكن المفروض المدرسة دورها مش ده آه لها دور الترفيه طبعا الدور الترفيه ده مهم جدا ولكن المفروض إن أنا دوري معرفي علمي طربوي الدور الترفيه بيبقى موجود ولكن بشكل عايز أقول لحضرتك لو مثلا 10% فلو أنا عندي إمكانياتي أن أنا ودي الطفل رحلة مش ودي يمول مش هزحة لأ ده أنا هوادي مكان يكتسب منه قيمة أهله أهله مش هيودوه يعني دي الفكرة رحلة مهمة ولا في أهالي بتقول دي بضايا وقت العيال ومفروض يذكروا وينجحوا بلاش داوش بسي ما هي لو هتروح الزحليق لا سيبنا مزحليق خلص ما فيش زحليق هنروح بقى هنتلع نروح جنينة الحيوانات أو الهارم أو كذا الرحلة دي أهم مهم نذكروا بس حضرتك جزء من العملية التعليمية هي الرحلات وأنا أشكرك أن أنت بتلقى الدوق على الموضوع دا لأن الناس بتبص لها على أنها شيء ثانوي وشيء تكميل لكن حضرتك في المناهج في العالم كله كل منهج خاصة منهج اللي بتبقى قوية والمنهج اللي بتبقى جافة زي ما بيقولوا لازم ترتبط برحلة لازم ترتبط بنشاط خارج أصوار المدرسة يعني مثلا لو أنا هدرس حاجة لها خاصة بالمناخ لها خاصة بالغبات خاصة بشيء جاف بياخدوا الأطفال اليوم دا هو دا الحصة هذه الحصة بتاعتهم حصة عملي عملي إن هما يخرجوا للغابة دي وإن هما هيعودوا يدرسوا طول النهار الجزء اللي في الغابة دا يدرسوا الفراشات ودورة حياة مثلا الفراشة يدرسوا الحيوانات اللي موجودة يدرسوا الغابات درسوا علوم درسوا جواهرفيا درسوا في اليوم دا إحنا في مصر بما إننا بندرس تاريخ فبدل ما نقعد نقول خوفه وخفرع ومنقرع نقول خوفه وخفرع ومنقرع ونوديهم الهرب مثلا أنا عايز أقولك إن إذن هو منهج يعني أي أي واحد بيحط منهج مدرسي خاصة منهج الحديثة مطورة حديثة لازم يحط النشاط والنشاط مرتبط برحلة إذن حضرتك بتقولي ببساطة إنه عدم وجود الرحلات المعرفية إن صح التعبير لأطفالنا دا نقص في حجم المعارف المفروض نقدمها لهم ونقص كمان في كيفية اكتساب وحب هذه المعارف يعني أنا ممكن هل تديني معارف من هنا للصبح تديني قيم من هنا للصبح لكن أنا مش مقتنع بيها أو أنا خلاص هتتاون سيتها لكن أما أنا أروح مثلا الكنيسة المعلقة وأتفرج على جمال الكنيسة المعلقة وأشوف هناك الصلاة بالقدس بتاعمل إزاي وبعدين أروح جامع عمر بن العاص اللي جنب في المنطقة في المنطقة نفسها وشوف أن هنا خلاص أنا ارتبطت بالمكان دا مش بس ارتبطت به عطفيا ارتبطت فيه فكريا حسيت قد إيه إن إحنا بلد غنية وحسيت إن مفيش فرق بيني وبين بلد مد فيها تنوع وفيها قبول مفيش فرق في البشر دول والبشر دول لو كان فيه بعض في الأسرة مثلا اللي هي بعض الأسرة المتحفزة فأنا شفته الواقع دا مش موجود فشوفها ديته كم قيمة وديته كم معلومة معرفية في هذه الزيارة بس زيارة واحدة قالوا إن زمان التعليم في الصغر كان نقش على الحجر لما أبتدي أخد الطفل مع زميله ونتلع رحلات مع عبلا فلانا ومعنا شنطة الأكل والعصير ونزور هنا ونزور هنا هل هذه المعارف هتؤثر في وجدان الطفل وتبقى ترسخ يعني ولا طبعا هتأثر شوفي أنت دلوقتي أنا شخصية أما حد بيقول لي أناطر خيرية على طول بفتكر الرحلات اللي كنت بطلحها وأنا صغيرة للأناطر الخيرية وعندي ارتباط عاطفي كبير جدا بالمكان يعني وأنا أفتكر فكرة الانتماء القوية عند الجيل بتاعي وهو جيلك طبعا إن إحنا كنا مرتبطين أوي بالمكان نظرا لإن إحنا تعلمنا صح كنا مرتبطين أوي بالبلد إحنا كنا أوي أوي يعني إحنا كنا أوتوبيس الرحلة وهو وخدنا رايح المتحف ولا رايح الهرم كنا طول الوقت نغني في دائي الأنشد الوطنية الأنشد الوطنية بنغنيها طول الرحلة رايح راجع كجزء من البهجة الجماعية بالزبط الأجيال اللي فاتت جيت حرمت من حاجات مهمة ترجمة نانسي قنقر